غرنت الإدارة العامة للجمالة الصينية يوم الجمعة أن القيمة الإجمالية للواردات والصادرات الصينية في عام 2021 تجاوز 39.1 تريليون يان صيني بزيادة 21.4% على أساس سنوي حيث بلغ إجمالية الصادرات 21.73 تريليون يان صيني بزيادة سنوية قدرها 21.2% وبلغ إجمالية الواردات 17.37 تريليون يان صيني بزيادة سنوية قدرها 21.5% وحققت التجارة الخارجية الصينية نمواً سريعاً في عام 2021 بلغ حجم الاستيراد والتصدير المكون بالدولار الأمريكي 6.05 تريليون دولار أمريكي وبعد ثماني سنوات من وصوله إلى أربع تريليونات دولار أمريكي لأول مرة عام 2013 تجاوز الخطوتين الرئيسيتين وهما خمسة تريليونات وستة تريليونات دولار أمريكي خلال العام ليصل إلى أعلى نسبة على الإطلاق وفي عام 2021 أظهرت التجارة الخارجية الصينية مورنة كبيرة ويرجع ذلك أساساً إلى السيطرة الفعالة على الوباء في البلاد والتعافي المستمر للاقتصاد وسلسلة من السياسات والتدابير لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية مثل التبسيط الإدارة وتفويض السلطة وتخفيض الضرائب والرسوم وكل ذلك يقدم دعماً قوياً للنمو المترد للتجارة الخارجية بالإضافة إلى ذلك أدى انتعاش الاقتصاد العالمي إلى نمو التجارة الخارجية الصينية في عام 2021 استمر تحسين هيكل التجارة الخارجية في الصين وبلغ حجم الواردات والصادرات من التجارة العامة 24.08 تريليون ين صيني بزيادة سنوية قدرها 24.7% وحققت التجارة الإلكترونية عبر الحدود وصادرات مشتريات السوق نمواً بنسبة 24.5% و32.1% على التوالي وفي الوقت نفسه تعمل الصين بنشاط على تحسين خطتها في السوق العالمي في عام 2021 تجاوزت قيمة الواردات والصادرات الصينية مع الأسيان والاتحاد الأوروبي والوليات المتحدة لتصل إلى 5.67 تريليون ين و5.35 تريليون ين و4.88 تريليون ين صيني على التوالي بزيادة 19.7% و19.1% و20.2% على أساساً سنوية على التوالي خلال نفس الفترة بلغ إجمالية الواردات والصادرات الصينية مع البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق 11.6 تريليون ين صيني بزيادة سنوية قدرها 23.6% وأن إجمالية الواردات والصادرات الصينية مع الشركاء التجاريين في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بلغ 12.07 تريليون ين صيني بزيادة سنوية قدرها 18.1%